تيك نوز لونوفو وشركة السينية سحبت واحد من أحسن أنواع الحواسيب المحمولة أعلنت رسموه على إصدار آخر تصويرها عبر بيان نزل العموم وفي تيك نوزوليوم كل التفاصيل وكل محتويه البيان هذائي نتحدث عن بيسي برتابل جديد من النوفو ينتمي الفئة بيسيات القابلة للتحول وأطلق عليه اسم يوغا سيتسان يعمل بميظام تشغيل ويندوز 2 وهبط عن 2 version 11.6 والأخرى 14 بوص يختلف برشة في المواصفات حيث يقول البيان أن المسافرين المتعدشين الذين يحبون على جارجة تسرير وسهل في الاستعمال لا يجب في اليوغا 711 بوص أحسن رفيق في حين الـ 14 بوص يمتاز بأداء قوي للعباد الذين يحتاجون السرعة والبرفورمانس العالية الـ 2 بروتوتيب يشتركوا في وجود تقنية EPS لزوايا الرؤية العريضة في الإكتران الذي نجبهه بدقة نيلد 920x1080 تيكسل ومزيد فيهم تقنية Dolby DS 1.0 Home Theater الخاصة بسا اليوغا 714 بوص فيه سيزيهم جنراسيان Skylake من نوع Intel Core i7 مع NVIDIA GeForce GT 940M ويقدم مموارة الاتوار 8 جيجا ومموارة 128 و256 جيجا في حين الـ 11.6 بوص فيها Intel Core M3 وكارت غرافيك 515 فنالما نتحدث عن الأسعار التي تتراه ما بين 750 و800 دولار والبيسات لا تكون متوفرة في الأسواق بداية مشهر المقبل من هنا الوقت تلك نوز دليوم وفيت خالدي قلكم تحياتي تكنوز تكنوز نوز 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 نوز